تسلم مكتب الصحة العامة السكان بمحافظة مأرب أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخصصة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عاصمة المحافظة والمديريات وتشمل المساعدات 8 أطنان من الأدوية ومزة على 10 أصناف متنوعة إلى جانب عدد من التجهيزات لغسم الطوارئ في مستشفى الشهيد محمد هائل للأممة والطفولة بمديرية المدينة وغسم الطوارئ في مستشفى كرة العام في مديرية الوادي وخلال عملية التسليم أشهد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان دكتور عبد العزيز الشددي أشهد بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في المحافظة ودعى بغية المنظمات الدولية الإنسانية إلى الحذو حذو مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي بالمحافظة